ستة عشر شهرا من المحادثات السعودية الإيرانية لم تنبئ إلا بأقل القليل حيث تحيط السرية بأغلب مفاصل الحوار لتعلقه بمسائل أمنية ولكن آخر ما رشح من أخبار يرسم تصورا عن إعادة وشيكة للعلاقات تتكلل بتبادل السفراء من جديد ومع أن مصادر إيرانية لمحت إلى ذلك إلا أن السعودية لم تؤكد بعد فكيف نشأ الخلاف وكيف تطور عام 2016 قطعت السعودية علاقاتها مع إيران رسميا وصحبت سفيرها وأغلقت سفارتها وقنصلياتها هناك وكان ذلك ردا على اعتداء محتجين إيرانيين على السفارة السعودية في طهران وعلى القنصلية السعودية أيضا في مشهد وترافق أيضا مع توترات متراكمة في علاقة البلدين على أساس النفوذ الإيراني الجديد في المنطقة المعتدون على السفارة السعودية كانوا من المحتجين الذين خرجوا رفضا لإعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي المعارض نمر النمر استمرت القطيعة حتى عام 2021 وتطور الخلاف مع المتغيرات السياسية في المنطقة قبل أن يقود رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي جهود وساطة عراقية تدرجت حتى وصلت مستوى رفيعا بمعايير التمثيل الدبلوماسي وعلى مدى 16 شهرا خاضت الرياض وطهران بوساطة بغداد خمس جولات من المحادثات وصفت بالمعقدة والصعبة جرى خلالها العمل على إعادة الثقة بين العاصمتين ليتسنى تبادل الالتزامات والتعهدات على أساس متين حتى أمكن القول أن الطرفين متفائلين ودليل ذلك تصريحات ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني الدافعة باتجاه إتمام الطريق نحو تطبيع العلاقات على هذا الأساس وعلى أساس اللغة الدافئة في خطابي وزيري الخارجية أيضا يستعد الطرفان لخوض جولة سادسة مرتقبة بعد إحراز تقدم كبير ذللا عبره عقبات صعبة لكن حجم الملفات المشتركة وتعددها يلعب دورا كبيرا في تعقيد المهمة لسيما ما يرتبط منها بأمن الخليج وخفض التوتر في المنطقة وما يتعارض من مصالح تحت هذا العنوان خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنفوذ ولعل الملف اليمني سبب واضح لإطالة أمد المحادثات مع تمسك طهران بدعم الحوثيين وتمسك الرياض بدعم الحكومة لكن التفاؤل آخذ بالتعاظم منذ اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار بين الفرقاء اليمنيين ترجمة نانسي قنقر